السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة ودورة النحو للمرحلة الأولى نحن نتحدث اليوم عن الريبورتد سبيتش اللي هو يونة 47 ونوضح لكم الماد طبعا الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام المنقول هو يكلام عليه وهو يتحويلات ولكن في الكتاب حقيقة ما رح تفهمه بشكل جيد نهائيا مثل ما تشوف حضرتك فلذلك نروح للملزمة يونة 47 كلام غير مباشر والكلام المنقول أولا عندنا تغييرات أول شيء التغييرات اللي عندنا المضارع البسيط يصير ماذا بسيط present continuous يصير past continuous perfect يصير past symbol يكون past والpast perfect نفسه past perfect هذي أول تغييرات نرجع على الأدوات this يصير that these يصير those the day before or the previous day نعم صاح بالإضافة إلى تغيير الأفعال المساعدة the normal is is ser was the are ser where have has ser had will ser would can could will must have to ser on hat to والshould تصير شهد مثل ما هي هذي تغييرات إذا ما غريتن نصيحت إلك تعوف الكتاب وعوف الفيديو هذا أحسن زين هس راح نجي على الخطوات أولا نذكر اسم الشخص يعني نذكر اسم الشخص ونقوم بتحويل فعل القول الفعل القول هو الفعل اللي يجينا بداية الجملة هذين المتبادلات من أشوف تل سيد ومن أشوف سيد 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 يبقى سيد مثل ما هو طبعا حاليا أنا قاعد أتحدث عن التحويلات المثبت يتم حذف الأقواس أو الفوارز ونضع ذات المقصود به أن يتم اختيار الضمير المناسب للشخص القائل سواء كان مذكر أو مؤنف إذا كانت الجملة مثبتة نحذف الذات ونكمل الجملة مثل ما هي بتغييرات اللي ذكرناها بمثلا جملة اللي لتوم سيد تو مي توم أخبرني I like coffee الحل راح يصير الفوارز نحذفن حط ذات لأنه مثبت هي ليش حطيت هي لن دا تحدث عن توم لك سير ماضي liked كوفي تنزل مثل ما هي جملة اللي بعدها جون سيد I am preparing the car repairing the car راح أصير جون سيد سيد تبقى مثل ما هي تحذف الفوارز منخلي ذات الآن نسويها هي طيب ليش خلينها هي لأن جون الآن الصير واز ذكرت لك بالقاعدة توني ونزل الجملة مثل ما هي طيب ليش خلينها واز تحولها توني ذكرناها طيب بنسبة للماضي البسيط مام بوم سيد he ate his dinner راح أقول مام سيد that he أمي قالت بأنه ذات تحدث عن هو مام سيد that he had eaten his dinner أمه قالت الأمي قالت أو الأم قالت قد أكل عشاءه طيب ليش حولتها للماضي التام خليت هذا تصريب ثلث لأن ذكرت لكم بالملاحظة بأن الماضي البسيط يصير ماضي تام بنفس الحالة هاي الأمثلة كلها بالنسبة إذا كانت جملة سؤال فراح نحذف الأقواس ونخلي ببدالهم if السؤال علامة السؤال نحذفها علامة الفعل المساعد يعني هذول الأفعال المساعدة نحذفهم ونخلي ببدالهم طبعا هاي الأفعال المساعدة من تجيني on is are do does did well من نشوفهم بداية الجملة راح أحذفهم ونخلي ببدالهم if أو يعني أربطوا الجملة بif أحذف الأقواس ونخلي if مساعدة شنت أحذف الأقواس ونخلي ذات لا هسا أحذف الأقواس ونخلي if خلينا نخذ الجملة I said وعلي do you like t I said وصير ask it علي علي نحذف الفوارز ونخلي if do you like the t هذي مضارع أنسويها ماضي مثبت he liked the t لازم لازم ما ننسلم بأن الجملة راح أصير مثبت عملاحظة جدا مهمة my father said to me my father asked me said to صير ask توني قلت لكم me تنزل أحذف الفوارز خليت F ليش خليت I لأن دا أتكلم عن الضمير me أنا ماضي بسيط تصير had تصريف ثالف فليش سوى أنها تصريف ثالف لأننا نذعنا نعرف بأنه الفعل بأنه الحاد يجو راح تصريف ثالف ماضي تام ماضي بسيط تصير ماضي تام تنزل الجملة مثل ما هي yesterday يصير the day before تقريباً تقريباً هم حتشي لل report واللي يفهم هذا الحتشي راح يفهم كل هذا المواضيع يعني ذن الونيتين انتهن إن شاء الله لأنه ما بهين غير بس على هذا الموضوع فاللي يقرأ هذا المواضيع أنا متأكد راح يفهم المادة فيديو قصير إن شاء الله استوعبتم المادة وهذه أمثلة أخرى أيضاً وإن شاء الله في المحاضرة القادمة أيضاً إن شاء الله نتحدث عن بقية المادة